ترجمة نانسي قنقر في إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عن شكره وتقديره للجنة التحكيم الأولية والنهائية وجميع المشاركين في المسابقة مشيرا سعادته إلى أن النسخة الثانية من هذه المسابقة شهدت تنفسية أكبر في تقديم المشاريع المبدعة من حيث الابتكار وقابلية التطبيق وركزت بشكل رئيسي على تطوير حلول عقارية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة هذا وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة للفائزين خلال مؤتمر سيتسكيب البحرين 2024 القادم بتاريخ 28 من نوفمبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض ما في شك أن الأفكار التي تطرحت اليوم تتسم بمقترحات إيجابية تحفيزية إسهامات أفكار شبابية جديدة مثل استخدامات الذكاء الاصطناعي مثل قامة منصات حكومية القطاع الأقاري في البحرين من القطاعات الواعدة الهامة التي تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية الأقارية ومن القطاعات الموثوقة المتقدمة سمعنا اليوم من المشاركين العديد من الأفكار الرائدة التي بالمكان ترجمتها على أرض الواقع تعكس كأدوات للتنمية وتعزيز القطاع الأقاري في المملكة الإنسان البحريني بطبعه يحب المنافسة مبتكر مبدع مثابر اليوم شفنا نخبة من الشباب البحريني مشاركين في هذه المسابقة قدموا أفكار ومشاريع قابلة للتنفيذ تواكب الواقع اليوم نعيشه من حيث التطور التقني وإيضا قدموا أفكارنا كيف ممكن نوظف هذه التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها في مشاريع عقارية تسهم في زيادة التنمية الاقتصادية في المملكة البحرين فنشد على أيادي الشباب اللي شاركوا اليوم ونتمنى لجميع التوفيق بصراحة أغلب الأفكار كانت جميلة ورائعة في أفكار جديدة تماما في أفكار مستوحة من أفكار أخرى على مستوى الوطن العربي أو حتى على مستوى العالم ولكن كلها تصب في المصلحة العامة وتصب في التطوير العواري في البحرين بشكل شامل فهناك فرصة بكل أمانة لتبني بعض هذه الأفكار صراحة من قبل المطورين الموجودين والشركات العقارية المطورة أو حتى على مستوى أعلى من ذلك اشتركوا في القناة